اشتركوا في القناة سيمصطافا مرحبا بك شكرا ـ على استضافة ومرحبا بمتتبعي جريدة انفس بنفس اللى مقاطعه الحسنى من الاطفال ليسامالكم لمجلس مدينة الداربيضة ولمجلس مدينة الداربيضة المجلس مدينة الدربدة لا يُعطي اهتمام أكبر و لا يُعطي اولوية لمقاطعة دحيل حساني و هل يُعطي اهتمام من خلال النقاط التي تتعرض عليها في جدول أعمال تدورات المجلس مدينة الدربدة؟ أعتقد أن المجلس لا يُعطي مقاطعة من مقاطعة الدربدة ممثلي هذه المقاطعة هم مؤهلين و قادرين أن يجلبوا شيء لمقاطعة ديالهم بالفعل أن مقاطعة دحيل حساني في النظام الجديد من 2003 كانت يتيمة لأن الصوت الساكينة لم يكن مسموه وسط مدينة الدربدة و وسط دهاليز المقاطعة ديال الجماعة الدربدة كان الناس يمشون حلول دورات و يجيون أقل ولا أكثر اليوم الأمور تغيارت اليوم الصوت الساكينة الحساني مسموه وسط جماعة الدربدة و المنتخبين ديال الجماعة الدربدة يترافعون على مشاكل ساكنة مقاطعة الدربدة وهي مشاكل كثيرة و هي نتيجة تراكمات مشاكل اليوم و هي نتيجة تراكمات مجمع المدني في الحي الحساني تنتفض داخل مجلس المدينة و تتاهم المنتخبين ديال لانت واحد منهم أن تتجي وتتبشيوا لا يوجد الدفاع لا يوجد ترافع القضايا على الحي الحساني أكيد أن المجتمع المدني لعب دور كبير لعب دور كبير و كان سند ديال المنتخبين ولكن ممكن نقول أولاد عبد واحد واحد كل واحد مواقب دياله محسوبة و كل واحد معروفة شنو تيدير وسط جماعة الدربدة كنت وجد لي أنا واحد منهم أنا مدخلة ديالي و الترافع ديالي يشهد به الجميع و أقوموا بالدور ما نوت به على أحسن وجه و لا أعتقد أنني كان قصر ما في حق ساكنة الحي الحساني اللي يكلفوني بعد المهمة دي بعد المشؤوليات ديالي اليوم نحن نقال ندير واحد مقارنة المجلس الحالي والمجالي السارقة نقولوا كيف حقق هذا المجلس و كيف حقوا المجالي السارقة و كيف حققوا المجالي السارقة و كيف حققوا درسات تأخذها من المجلس المدينة الدربدة و لترافع لها و تولي مكسف داخل المقاطعة الحي الحالي لا أريد أن نضرب بلغة أرقام و بمثيلة و كذا اليوم نعطيك مثال للطرق جديد و يعطيك تعاني و الإصلاح من مددخل الجنوبي ديال مدينة الدر البيضاء هذا كان حلم و توسيع الطريقه و ديال الساكنة مقاطعة الحي الحسني و خاصة ساكنة بلستسفا و كان حلم ديال البيضوي نتعاني لعيب و بالقار من طريق الجنوبية و نتعارى يوم شهرية طريق تشرف البيضاويين والبيضاويت جبنا مشروع دي الإحداث مركز الاستقبال دي الشباب بيتي سكن هذا بيتي سكن وهو مشروع مرفق رياضي سوسيو رياضي اللي اخذته تلمات الجماعة من منعش أقاري في إطار واحد اتفاقية واليوم احنا تقرر أنه بناء إنجاز بناية من ثلاث طوابق لاستقبال الشباب لأن مركز الاستقبال الشباب هو تمكين الشباب من عقد ندوات فين غير يكون هذا المركز هذا؟ في بيتي سكن متواجد بجنب رياضي ولفا ملاعب القرب اليوم إصلاح الملعب للولفا الإصلاح دي الأسواق وكيف كانت سوق دلاص على وصل لي كين مشكيت بما كيف حال حساني وشقيتوا لي شي حلفاتك الأولى بس السوق دلاص السوق دلاص هو اليوم تنضح سؤال علاش السوق دلاص متوقف علاش السوق دلاص متوقف أن المستفيدين أدوهم المستحقات دي الجماعة اللي ما قداش مستحقات دي الجماعة الشطر الأول انتهت به الأشغال أنها تستكمل الأشغال يتمام الأشغال بعدها وانطيوه هذا الميل اليوم كانت سألوا شكول اللي موقف هذا المسروع المستفيدين يمتازموا بجميع اللي ما طريبة منهم المقاطعة المجلس مقاطعة عبر جميع أطير السياسية ديالو مع الترحيل السلطات يقول كحنا مع الترحيل وانطيوه يمتزل لكن لماذا؟ لذا المتعلمين ما يمكن انه посмотреть هذا المطلس إلى البطنة ليس يحولو الناس وانطيوه الخلال كان الخلال إداري او ساعد الآن يكون قرار لا تعلم لأشى أن هذا خيصات overlap وما ترحتوا ذلك اذا لم نذروع المجلس الميداني طرحتنا 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 ومددنا الاعتفاقية الأتفاقية التي كانت تنتهي في السابق ومددناها باش يمكن الخازن يتقادك الدعم للجماعة ويؤدي المستحقة للشركة التلمية اليوم المسألة ما كتطلب شي مجهود ولا شي فكر ولا علم كتطلب أن شي حد خسوجي ويدير القرعة لذلك الناس يقولوا يوم غداكينا القرعة ويحولهم حتى المساحة دي كلها محل تجاري تحداد واللي يشترف عليها هو مكتب دي الطبوغراف يقولوا يوم غداكينا القرعة يتحولون في أسبوع تنطلق الأشغال ليس شي حاجة لي كثير ولكن لماذا أنا بزلت انطرحت السؤال شكل اللي يخصو يورك على البطون يجراء القرعة بالنسبة لك أنت وشتحس بأن دائما عمدات مدينة الضربية تتركز على واحد مسألة في الدخول عن عدالة المجالية تقول في هذا المجلس كان عدالة المجالية وأن جميع المقاطعات عندهم نفس التوزيع العادي للتوزيع بالنسبة لجميع المقاطعات حسني وشتحس أنت بأنها خيضة النصيب يا لفادي شريف شوف أنا أحمل مسؤولية المكاتب أولى الأغلبية التي تدبر المقاطعات لا يوجد مجلسة الجامعة الضربية لماذا؟ أن تريد أن تعمل على ملفات وتجهز ملفات لا بل إسمالك أنت وشخ القدر؟ أنا نجيك تجهز ملفات وتضع ملفات وتضع مشاريع وتضع ملفات ونحن من موقعنا في الجامعة الضربية ندافع على هذه الملفات ندافع لماذا؟ أنا تميل في ممعروض النقاش ونحن نجيب أولا رغم أننا نبدو المجهول كبير في طرح مجموعة هذه القضايا كما قلت وش المقاطعة الحي حسني خيضة النصيب ديالة التي تتأخذ من التجربة هذه؟ جمعت الحي الحسني في المجلس الحالي نسبياً أحسن من المجالس السابقة بكل أمانة بكل أمانة حسن من المجالس السابقة يعني هي نسبياً ولكن المشكلة عند جماعة الحي الحسني هو مشكلة للوعاء العقاري ما عندهش جماعة كبيرة ما عندهش وعاء العقاري في ملكية الجماعة وليستسفى نبودش وليسي بجدور جولة قصيرة في الحي الحسني تبلي الأراضي من توفرها في ملك الخاص ليس في ملك الدولة نزع الملكية كلها في الدورات التي تكون في المشيس مدينة كلها نعزل الملكية نزع الملكية نزع الملكية فتح الطرق لا يمكن أن نزع الملكية بناء مشروع نزع الملكية يوم القانون واضح نزع الملكية يجب أن تكون لديك فلوس لا تكون المبلغ يكون متوفر عند الخازين اليوم المشكلة في الحي الحسني هو المشكلة في الوعاء العقاري عند شوق كان عندهم الوعاء العقاري لأملاك المخزانية اليوم لا نزع الملكية تابع الجمعة الدربيدان تابع الجمعة الدربيدان ولأملاك المخزانية فارغ ولمكة القانون الرادي من الأملاك المخزانية لدينا في الحي الحسني جلهم كلهم في مدارس التعليم إما مؤسسة التعليمية إما ملعب الكورة يعني تعد مشكلة في الوعاء العقاري طرح إشكال لتقديم مشاريع هدرت على المدخل الى شنوبة الدار بيدان الذي كان في اليساسفة وهذه المناسبة لكي نظروا على اليساسفة اليساسفة رغم انها تساهم في الانتاج الخام الوطني بصفة عامة ولكن البؤس لا يمكنها الخروج من الحالة على البؤس والتهميش والإقصاء لماذا؟ بالأسف هل لم يجد منتخبين يترافعونها بشكل كبير؟ لا بالأسف هل لم يجد المجلس المدينة أو في الجمعات الدار بيدان؟ لكنه بأنه لا يوجد منتخبين لكي لا يوجد من تحديد شحن الى ساسفة ربما يقوم بتحديد شحن الى ساسفة لا يمكنها تستطيع تطيع تحديد شحن المدينة أو بمتينة وتستطيع تستطيع تدخل لم يكن أساعد يمكن أن تجد يستطيع تحديد مجلس لما إيقاف يبقى نهضبها. أولاً الواجهة التي تتغيرها. البلد الخلج جنوبي يخصها واجهة تطلق. لذلك الأنفذة لذلك لنصلحها. ويجب أن تُعطى الأولوية للبنية التي تحتها. قلوات يتصرب السحرة المية تصربت تحت الأرض أنا كان عندي رأي ما الأسف أنه ما تشبه هو أننا نعطيه الأولوية البنية لتحتها ما عندكش مساحة اللي يمكن دير فيها واحد فضاء أخضر واللي يكون متلفز لديك الساكينة بالفعل أن الساكينة هذه اللي سأسمك تعيش شوية أنه كان ضغط نفسي اليوم تقدمنا مشروع البناء مركب سوشيو تقف في ذلك شيء على طريق تجينا بجنب المقرة في الجنب المقرة الملحقة لساسفا كان بناء دار الشباب لساسفا الحل الوحيد اللي يبقى عند الإساسفا هو الأرض ما تسمى بأرض السلباوي أرض السلباوي فيها جوز 50% تتملكها الجماعة و 50% ديال الخواص خذينا مقرار في المجلس الجماعة الضربية على القسيناء المسترق هذا كانت منها وقالنا وفي هذا المجلس هذا نطلق هذا الملحقة الأرض السلباوي والجامعة الضربية هذه 50% ونخلجهم مشاريع لأن المشاكل اللي سأتعرفها اللي ساسفا وش يتحمل المنتخبين المحليين وأن الحكومة أصلا دخل في هذه المنطقات كما قلنا لأنها تتساهى في إنتاج الخام بالمغرب هذه المنطقات وتمثل مع ناطق صناعية؟ يعني من ذات الحويج لساسفا تتساهم في تساهم في مالية الجماعة ومدخل الجماعات تساهم في على الأقل الخير فعلا يرجاع لها الخير فعلا يرجع لها لأن اليوم الساسفا تستأهيل منطقة الصناعية منطقة الوزنة أن ألوها وهذا لأن الموت تستطيع منطقة الصناعة لا يكون ولد اليوم ومعنى ما هي والتي تتعاملها وتتعاملها ومعنى القطاعات الوزارية تدخل على الخط وزارة جهاز وزارة الصناعة تتعامل منطقة الصناعية لأنها منطقة صناعية مهمة لماذا؟ مهمة أولا تساهم في المداخل الجماعة ومداخل الدولة ومهمة لأنها تمتصص واحد العدد للبيطالة خص تأهيل دياله وتأهيل حقيقي خص البنية التحتية دياله تكون مزيانة خص طرق يمكن شو أحد نجي نقول أنه عندي منطقة صناعية في الإساسباء وتمجي واحد من دولة أجنبية وجيتها تماما وطولة من دياله تقدقوا روايح الكارية خص تأهيل إلا ما كان التأهيل حقيقي ونسهلوا المساطر تأهيل المستثمين من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه واحد تماما لن يريد أن يصلاح هذا يجب أن يكون ونسألوها نفتح التعمير التماما يجب أن يكون قط تستطيع أن تهلك العامل البسيط يجب أن يكون لديه ساكن قريب يمكن أن يكون لديه ساكن أخدام في الإساسباء ونسألوها 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 أغلق مع الأسف لأنه كانت يتسلم اليوم المستوى السيد وزير الداخلي يأخذ قرار توقف هذا مستوى يأخذ وعنده ربو ستروات يعطي ربو سينك ربو سيس وبدأ أول سكر الاقتصادي بدأ تماما ذلك الاسمنت تيغزوها ذلك المنطقة بدون مرافق عليش اليوم تقولك ان منطقة الحي الحسين كتفتاق المرافق كتفتاق المشاريع المرافق اللي يمكنها تاهم التنمية ذي للمنطقة الفكرية والإلاقبية ولكن اليوم قد حي الحسين تحاصرت تحاصرت بالبناج حلقت ما بين الاروكات أولاد عزوز رجوع الجنال الوز على الاروكات على الحدود على الحدود جيتي حولت مدينة خلقت مدينة سميتها جنال الوز حولتهم من البيضان فيل ديتهم لأحد المنطقة في غياب مرافق لا طرق لا مساريك لا نقل لدور الشباب لا ملاعب القرب لا التحجم وهذه القرارات العشوائية يمكننا نميه الحي الحسيني رغم المسائل اللي خليت ان الحي الحسيني تراشى هذه القرارات العشوائية وما تنشوش عن حال الوقت العودة الاستقلالية على استثفات تكون بوحدها مع ان الحي الحسيني تكون بوحدها لان كما قلناش ساعة على مساحة على المقاطعات لا هو الموضوع ديال مش الاستقلالي ولكن الموضوع ديال تقسيم حاضر بقوة إما تقسيم الحي الحسيني مع المقاطعات الجامعة الحي الحسيني سابقا وليسا سابقا كل وجه مقاطعات وإما ضم جوج مقاطعات المقاطعات الخليل ضم جوج مقاطعات مقاطعة واحدة كيف؟ كيف؟ مثلا انت بسلطة الفيضة ضمهم ما نجيبش دابل كين استيتنافين كين كين فا يشتغل الحي الحسيني من اللي كنقول انه الدعم لك التقسيم لك المقاطعات العدد سكون ديالهم أقل بكثير ما ديال شبعتي هذا الدعم ديال الحي الحسيني قصو يكون عندها أكثر ملغة ميزانية بلساس ما تكون ميزانية يكون كل وجه مقاطعات اليوم راضي ضيعهم مساكين ديال الحي الحسيني ومقاطعات صعيد الشق ثلاثة مليون ديال الدعم ما يمكن ان يذكرها ومشاكي كثيرة ومشاكي كثيرة وانتدارات ديال الساكينة كبيرة سيمسطافى شكرا جزيلا على قبول الدعوة على التوضيحات هذه المتتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله